أخونا حالين السلام عليكم ورحمة الله طبعا نتيجة التوقعات الجوية بأن المملكة ستكون تحت تأثير منخفض جوي عميق خلال الأيام القادمة اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء ويمتد ربما حتى يوم الجمعة وما بعد هذا التاريخ هناك تضارب أيضا هل سيستمر تأثير المنخفضات المتتالية أما أنه سيكون هناك انقطاع في المطر لذلك تحوطا واحتياطا ننصح الأخوة النحالين بإجراء التالي أولا هي فرصة لنذكر الأخوان النحالين أنه لما كنا نقول يا أخوان انتظروا لا توسعوا للخلايا كثير لأننا ما زلنا في أشهر الشتاء وشهر 2 شهر شباط معروف أنه شهر يمتاز بالتقلبات الجوية واحتمالية منخفضات الجوية قد تكون ثلجية وبالتالي لما كنا نقول للأخوان النحالين لا ترفع حضن إلى الطابق الثاني نحن نقصد مثل هذه اللحظات اللي رفع حضن على الطابق الثاني الآن يعني رح تكون وضعه جدا صعب إذا كان فعلا المنخفض قوي وثلجي وربما تتبعه أيضا أيام من السقيع فلما كنا نقول ارفع فقط أساس لو طلع النحل شوي لفوق واشتغل على الأساس ونفخ الأساس ما رح يكون فيها الكمية الكبيرة من الحضن في الطابق الثاني لما يجي المنخفض رح ينكمش النحل باتجاه الحضن في الأسفل وأمور الخلية ما فيها مشكلة لكن ربما تواجه النحالين اللي قاموا برفع الحضن إلى الطابق الثاني بعض المشاكل لا سمح الله نتيجة هذا المنخفض احنا دائما نقول الحمد لله على نعمة المطر احنا ما زلنا أقل من 50% من المستوى العام للأمطار في هذه الموسم فنحن ما زلنا ننتظر المزيد من الأمطار وعليه يجب على النحالين اتخاذ الاحتياطات اللازمة ما يميز النحل هذا العام أنه متطور أكثر عن العام الماضي وبالتالي يجب أن نحتاط على كميات أو مخزون أكبر من التغذية الآن أمامنا غدا الأحد والاثنين وربما حتى الثلاثاء هذول الثلاث أيام يجب على النحالين جميعا تفقد المخزون الغذائي من العسل في الخلايا لا بأس من إعطاء التغذية السكرية السائلة لأنه الأجواء ستكون دافئة وبالتالي يمكن الاعتماد على التغذية السائلة في هذا الموضوع لكن يوم الثلاثاء احتياطا لما بعد هذول الأيام الثلاث واحتياطا للمنخفضات المتتالية ينصح أن يقوم النحال بإضافة عجينة سكرية وعجينة بروتينية العجينة السكرية كاحتياط كمصدر للطاقة والعجينة البروتينية لأنه النحل عنده كمية كبيرة من الحضنة قد لا يكون مخزون حبوب اللقاح في الخلية الآن كافي لإمداد الخلية باحتياجاتها للحضنة الهائلة جدا خلال مثلا لو صار المنخفضات خمس أو ست أيام أو سبع أيام فالأفضل أن يحتاط النحال أيضا على كمية من العجينة البروتينية داخل الخلية فطبعا هذا يوم الثلاثاء يفضل اللي ما بقدر ينزل عن نحل يوم الثلاثاء مش غلط يحط يوم الثلاثين ممكن يحطهم بكرة أي وقت لكن كل ما كان أقرب إلى موعد المنخفض أولا بتكون التنبؤات الجوية أكثر دقة وبالتالي بقدر يعرف النحال أنه هل رح يستمر المنخفض ولا لا وأيضا بنفس الوقت بقدر يحط العجينة في الوقت المناسب قبل دخول المنخفضات الآن الأشياء الأخرى اللي لازم نتفقدها اللي هو موضوع تثبيت الأغطية وتأكد من ميلان الخلية للأمام مشان ما يدخل المطر على الخلية الأعشاب أيضا القيام بتنظيف الأعشاب حوالين الخلايا وغير ذلك من الأمور المطلوب باتخاذ إجراها خلال هذا الوقت كما أسلفنا الإخوان اللي قاموا برفع الحضن إلى الطابق الثاني إذا كان بالإمكان أن يقوم بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه والتقليل من وجود الحضنة في الطابق الثاني إلا إذا كانت الخلية جدا قوية يعني فعلا الخلية صارت 14 و 15 إطار و 16 إطار عند هذا الأمر ما في مشكلة لكن هذه الخلية بهذا الحجم من الحضنة تحتاج إلى كميات لسه أكبر من التغذية خلال فترة المنخفضات مرة أخرى منقول أهلا وسهلا بالمطر والحمد لله على نعمة المطر ونوصل إخوانا حالين إلى انتباه هذه الفترة حساسة جدا شهر اثنين وحتى منتصف شهر ثلاث فترة حساسة جدا نتيجة التقلبات الجوية أما فيما على ذلك لا ينصح أيضا خلال فترة هاي بالقيام بأي أمر مثل علاج الفاروة ربما أو القيام بتربية ملكات أو أي شيء من هذا القبيل لأن كل هاي الأمور ستتعرض لمشاكل خلال الفترة القادمة لذلك ينصح بالبدء إما بالتقسيم أو بتربية الملكات ما بعد هذه السلسلة من المنخفضات وإن شاء الله نتمنى للجميع موسم خير وبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته